خلينا بقى نروح مع حضراتكو زي ما احنا متعودين كل يوم ونشوف اخر اخبارنا مع مراسلينة وهنروح دلوقتي للنادي الاهلي بيء الجزيرة مع زملنا مينا ماهر مراسل قناة الاهلي نعرف منه اخر اخبار التدريبات والانشطة ونتطمن كمان على الفريق عندنا مينا صباح الخير وتفضل سامعينك صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر صبح في الاهلي النهاردة يعني يمكن تغطية خاصة جدا لاجواء نادي الاهلي بالجزيرة وايضا تدريب النادي الاهلي يمكن في الساعات الاولى من اليوم لحظت وجود عدد كبير من اعضاء النادي لمتابعت ومشاهدة تمرين النادي الاهلي يعني التمرين قبل الاخير قبل السفر للمغرب لان شاء الله نصف نهائي بطولة افريقيا يمكن الاجواء هنا في النادي حماسية يمكن اول ما جيت النادي لاحظت يعني انه كوتش موسيماني ادى راحة للعابين وراحة للفرقة ولكن مستر ميشيل قرر ان يكون فيه تدريب قوي جدا للاعب مصطفى شوبير واللاعب محمد الشناوي طبعا استعدادا لمبارات الوداد كلنا عارفين طبعا ان نادي الاهلي ان شاء الله يسافر غدا على متن طائرة خاصة للمغرب يمكن ان مبارح كان فيه مسحة كورونا لجميع اللاعبين وايضا يعني اخذ عينة دم كاملة يمكن ده البروتوكول الطبي المحدد من الكاف او من الاتحاد الافريكي ايضا بعد الوصول ان شاء الله للمغرب هيكون فيه مسحة اخرى وتحليل دم كامل للاتمقنان على سلامة جميع اللاعبين يمكن فيه خبر صار يعني من خلالك يا كريم portfolio من خلالك الأوندا حبب اقول لكل جماهير جماهير النادي الاهلي sandwiches them ان يعني كنت واقف مع اللعب محمود عبدالنقام كهرباء واكدلي على انه ان شاء الله ان شاء الله هيكون جاهز لمبارات الوداد ايضا لكي كان فيه شد بسيط جدا و لكن ان شاء الله ان شاء الله اللاعب اكدلي على انه على قتم السعداد ان شاء الله انه اخود مبارات الوداد يمكن كوتش موسماني مبارح كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي على إن المبارات أمس كانت استعداد قوي جدا جدا لمبارات الوداد يمكن جرب أكتر من تكتيك يعني الفترة اللي فاتت كان بيحفظ اللاعبين طرق ولعب بطريقة معينة ويعني بيحفظهم أسلوب معين هو حابب يلعب بيه نروح بقى للفرق الرياضية في النادي يعني مبارح كان يوم حافل لفرق السلة بالنادي يمكن فريق السيدات الأهلي قدر يفوز على فريق الغابة بنتيجة 102-33 على منافسات دوري المرتبط وأيضا فريق البنات 16 سنة فاز على فريق الغابة بنتيجة 55-24 ده أيضا في طار بطولة المرتبط سلة البنات أيضا 14 سنة يفوز على فريق تجمع هايتس بنتيجة 82-26 وأخيرا وليس أخيرا شباب سلة الأهلي وليد 20 سنة يحقق فوز على نادي الكهرباء في بطولة منطقة الكاهرة يمكن دي الأجواء هنا في النادي أيضا في تدريب سباحة بيبدأ من حوالي الساعة 5 الفجر ده اللي احنا متعودين عليه تدريب يبدأ الساعة 5 الفجر بينتهي على الساعة 12 أو 1 مساءا إلى جواء هنا حماسية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي قبل نهائي بطولة أفريقيا بنتمنى أنه يقدم أداء طيب جدا جدا في المغرب وإن شاء الله يكلل تعبه وتعب الفريق والموسم الرائع بالفوز أيضا هنا في القاهرة والتأهل لنهائي بطولة أفريقيا دي الأخبار والكواليس من نادي الأهلي فراء الجزيرة وأخبار الفريق الأول لكرة القدم عودة ليكم مرة أخرى في الاستوداء انا بشكرك يا مينا ودايما انت بتجيب لنا الاخبار الحلوة يعني بتطمننا كده دايما الاخبار بيبقى فيها فوز لفريق المال في النادي الاهلي فانا بشكرك جدا على الاخبار الجميلة والمحترمة اللي انت قدمتها لنا شكرا لك يا مينا وتطمننا كمان على محمد الشناوي اللي كان وقف ورا منه وقف انا الشناوي انا الشناوي يا جماعة